ما بيش دفل ولا قنين قص أصلاح هذا الصبي صغير بردان ولا عنده معين هذا ليتني ما تعلمت المشي أصلا هذا ما باتت تتمناه الطفلة فتحية التي تشققت قدمها الصغيرتان من البرد فأحلامها في امتلاك حذاء يدفي عروق قدميها كانت كقطرة ماء تاهت محبات المطر التي ترامت معها أحلام أطفال آخرين يواجهون الشتاء حفاتا يبكون من برده القارس على أرض اللجوء ولا بشي نتدفع ولا بشي نتدفع ما في غيرها نتخطى بالحرامات بردان اللي كان شو الدفايات على الغازات يومين دولي بخلص الغاز غازا ما فيه بركة ما نتغطى غير بحرامات ما في غير الجواكت لا فيه صوف ولا شي شتاء الزعتربات عند ساكنيه كسقي عذاب تزيد مأساة رحلة لجوءهم في عامها الرابع خاصة مع تفاقم احتياجاتهم التي فاقت الدعم الإنساني المقدم لهم كلاجئين هربوا من الموت إلى موت جديد لا مفر منه اليوم ولا هروب هنا في مخيم الزعتري أسئلة كثيرة تدور على ألسنة اللاجئين فيه فإلى متى ستبقى أجسادهم ترتعش بردا وكيف للأمطار أن تكون همما أسئلة تتجدد كلما غاب عنها الجواب إذن هذه هي حكاية اللاجئين السوريين كلما اشتعلت ثورتهم كلما ازدادت معاناتهم أكثر فأكثر فهم غير قادرين اليوم على الاحتماء من عواصف وبرد الشتاء الذي يستبيح خيامهم دون إذن ومتى شاء عماد العضايل العربية مخيم الزعتري محافظة المفرق ترجمة نانسي قنقر